المنتخب الوطني لكرة القدم يفوز على نظيره البانامي في ختام مشاركته في نهائيات كأس العالم بروسيا الاتفاق على حسم ملف الزيادات الخاصة بالمتقاعدين يوم السادس من جوليا القادم وانطلاق التشاور حول المنشآت العمومية والمفاوضات الاجتماعية انطلاق اجتماع المجالس الجهوية للتنمية في عدد من الولايات وفي صدارة جداول أعمالها المشاريع المعطلة اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الاخباري ونبدأه بالرياضة حيث فاز المنتخب الوطني امام منتخب باناما بهدفين مقابل هدف ويعد هذا الانتصار الثاني في تاريخ كرة القدم التونسية في كأس العالم بعد الفوز على المكسيك في مونديالي 78 وتسعمائة والف وبذلك ينهي المنتخب الوطني لكرة القدم مشاركته في مونديالي روسيا 2018 هزمتا انجترا وبرجيكا لتاني سوتا الاقصاء منذ الدور الأول لم تمنع الجماهير التونسية من التجمع لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام باناما أميلة في إنهاء المشاركة بفوز يحفظ ماء الوجه في وقت دخلت خلاله العناصر الوطنية أرضية ملعب سيرانس وستتطلع إلى تقديم أداء أفضل يمكنها من الخروج بالنقاط الثلاث في مباراة خاضها المنتخب بستة تغييرات في التشكيلات الأساسية ورغم البداية الجيدة لأبناء معلول في المباراة إلا أن النجاعة كانت من جانب المنتخب البانامي في الدقيقة الثالثة وثالثين وذلك بتواصل الأخطاء الدفاعية للمنتخب الوطني وبعد التآخر في الشوط الأول حمل نصف المباراة الثاني استفاقة هجومية تونسية بقيادة وهب الخزري الذي احتاج لست دقائق ليمرر كرة لفغردين بن يوسف الذي أدرك التعادل في المرمى البانامي وفي الدقيقة الخامسة والستين عاد الخزري ليظهر من جديد مستغلا تمهيرة الحديد ليوظيف الهدف الثاني للمنتخب الوطني الذي اختتم مشاركته المونديالية بفوز جعل دموع الحزن إثر الأقصاء المبكر تتحول إلى دموع فرح بتحقيق الانتصار الثاني في تاريخ تونس بالمونديال الحمد لله خاصين ربحين تونس في الدم تونس في الدم أنا نبكي على تونس ألا خلق فرحونا قبل ما يروحوه هذا كاش نحب حمد لله الحمد لله أضع في اليمين يا أخي شنو هذا لا كواه اللولد ما قصروش المشلو المشلو المشل الثاني رام صعب بطبيعته يمن من نيفروا إحنا إن شاء الله نصلحوا إن شاء الله ديما نكونوا مخير وإن شاء الله في الكبد أفريق نكونوا أحسن كيف في الأفريق المشاركة بمونديالي روسيا تعتبر الأفضل للمنتخب الوطني في الحدث العالمي من حيث عدد الأهداف اتسجلت العناصر الوطنية خمسة أهداف لكنها تعتبر الأسوأ دفاعيا بتلقي شباك المنتخب لثمانية أهداف انعقدت أمس بقصر الحكومة بالقصبة جلسة المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوردين طبوبي السادس من جوليا القادم سيكون أقصى حد للإعلان عن الزيادة الخاصة بالمتقاعدين هذا ما أكده الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل نوردين طبوبي عقب جلسة مفاوضات مع الحكومة جلسة مطمرة فيما يتعلق بتقييم معناها الاتفاق 27 نوفمبر في أشكال العمل للهشة بصفة عامة وكذلك فيما يتعلق بالزيادة معناها للمتقاعدين وأنه اتفقنا أنه يوم 6 جويلة أقصى حل لإيجاد الإطار والصيغة القانونية الفمني ويوم 6 جويلة يحسم الملف بالنسبة للمتقاعدين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيط الاجتماعية كما كذلك بالنسبة أنه آخر أجل مزيد منها التشاور في خلال هذا الأسبوع القادم معناها يقع الأعلان معناها على الزيادة في الأجر الأدنى معناها للمتقاعدين شفنا شنو اللي تقدمنا فيه شنو الحاجات اللي مزالت ما تقدمناش فيها وعملنا لها رزنمة محددة وأجل للانتهاء منها تقريبا مثلا ما خلينا حتى نقطة بدون أن نضبط لها أجل فيما يتعلق بالزيادة للمتقاعدين سواء تعلق الأمر زادة أيضا بالمتقاعدين في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص القطاع الخاص هي سميق إن شاء الله المشاورات تنطلق وتنتهي في خلال الأسبوع المقبل المشاورات حول الترفيع في الأجر الأدنى استئناف المفاوضات كيف كيف التشاور اللي حسن حول الملفات كما تعلق بالقانون متع الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية كيف كيف الأشكال العمل الهش عنا عمل حضاير عنا الأهل 16 عنا الأهل 20 ثم أشياء انتهينا منها وهي في طور الانتهاء وثم كذلك أشياء اللي هي معناها قاعدة مواصلين الطبب الذي أشار أيضا إلى أنه تم تطرق خلال الجلسة إلى عديد الملفات من بينها مسألة تعليم الكبار وعدد من الأوامر المتعلقة بموظف القطاع الثقافية وكذلك ملف المفروزين أمنيا أكد على الاتفاق على العودة للمفاوضات الاجتماعية وبنسبة للمفاوضات الاجتماعية اتفقنا أن يوم 10 جويلة ستكون جلسة معناها نعود للجلسة وتكون جلسة جدية حقيقية تخرج بمخرجات حقيقية معناها فيما يتعلق بإنهاء هذا الملف التعزيز في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية كذلك عندنا إصلاحات فيما يتعلق باللجنة في القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للقطاع العام وكان رئيس الحكومة يوسف الشهد قد استهل جلسة المفاوضات بتأكيد على أن هذه الجلسة تعد خطوة إيجابية في اتجاه مواصلة الحوار الاجتماعي الجلسة هذه اعتبرها خطوة إيجابية في اتجاه مواصلة الحوار الاجتماعي برغبة صادقة وبتغليب المصحة الوطنية على كل مصحة أخرى ونحيي عود الاتحاد العام التونسي للشغل إلى المفاوضات ونحن يدينا ممدودة للحوار والنقاش اللي هو السبيل الوحيد لخروج تونس من كل أزمة عاشتها ملفات عديدة تعمل الأطراف المعنية الحكومية والنقابية على التوصل إلى اتفاقات في شأنها وفي متبعة للوضع التنموي في جميع ولايات الجمهورية عقدت مجالس جهوية بقرار من رئيس الحكومة حضرها وزراء وكتاب دولة حيث تم رصد سير إنجاز المشاريع المدرجة في المخطط التنموي ومناقشة الإشكالات المعطلة لها وفي هذا التقرير متابعة لما تم مناقشته في المجالس الجهوية التنموية بولاية منوبة وبنزرت والقيروين وتطوين بسط المجلس الجهوي للتنمية لمنعقد في ولاية منوبة الوضع التنموي في الجهة حيث تشير الأرقام إلى أن 85 مشروعا قدرت تكلفتها بأكثر من 300 مليون دينار هي بصدد الإنجاز وقد قاربت بعضها على الانتهاء في المقابل ما تزال مشاريع أخرى معطلة جراء الإشكاليات العقارية بعض الإشكالات العقارية التي تم حلها مع وزارة تملك الدولة كما المنطقة الصناعية بيت بوربا كما المنطقة الصناعية بجديدة كما المعهد النموذجين تعويلاية منوبة تم الإعلان على أنه تحول من قطب الغزيلة إلى ولاية منوبة في مشروع كبير برشة في تمويلات كبيرة برشة كذلك فما مشاريع تهم الجانب الصحي والمستشفى الجهوي بيت بوربا كذلك تم الاتفاق حوله وفي مجلس جهوي تلموي مماثل انعقد بولاية بن زارة أثيرت الإشكاليات التي تحول دون تقدم عدد من المشاريع التلموية بالجهة كما ترحت أمام أنظار المجلس الجهوي ملفات الشركات والمصانع على غرار شركة السكر ومصنع الفولاد نفتع شركة السكر في برنابي وقاعدين نخدم عليه وفهم خدمة كبيرة على التعمل عليها على مستوى أشهر ومش متاع أيامات وملف متاع فولاد طبعا غني على التعريف فولاد بلغ نسبة تقدم جهاز نعتبره أن 83 مليون دينار نسبة كبيرة عن بعض المشاريع الأخرى وهي مشاريع ربما لمحورية كما المحور الكبير بالنسبة لما سرع شراب وهو يهم جومين مات رغزالة اللي فيه اليوم ربما بعض التعطيلات وفي ولاية القيروان الأشكال العقاري أيضا أثبت المتدخلون في المجلس الجهوي للتلمية بالجهة أنهم الأبرز العوائق المعطلة لمشاريع تنتظر وأن ترى النور في الأوقات المحددة لها فضلا عن نقص الاعتمادات المالية لعدد من المشاريع تقريبا 11 مشروع تم إنجازهم كليا بالنسبة 100% 58 مشروع بصدد الإنجاز في طور الإنجاز وثم 19 مشروع منزلت تشكو الصعوبات ما هي الإشكاليات البذبة في المشاريع المالية؟ إشكاليات عقارية ثم إشكاليات مالية ثم إشكاليات إجرائية نجم تصل بينا حتى العامين وهذه معانتها المنظومة التشريعية لموجودة اليوم هي معانتها من الأسباب التي تجعلهاك وهذه معانتها مناسبة باش الراجع أمورنا زادة وراجع ما يلزم مراجعته فيما يخص المنظومة التشريعية الوضع التنموي في ولاية تطوير أيضا تمت مناقشته في المجلس الجهوي حيث طرحت مسألة الشغورات على رأس الإدارة الجهوية للفلاحة فضل عن طعط لمشاريع مدرجة في المخطط التنموي زال المفروضي ودارة سيادية في البلاد التونسية تلقى الشغور فيها تنمية يأثر على التنمية يأثر على المشاريع التي ترى بصيص من الأمل في بعض المشاريع خاصة مشروع غاز الجنوب المقصود به الأنبوء النبيب تم فتح العروض وفاز بها واحد من أبناء الجهة وإن شاء الله يبدأ في جوليا تبدأ الأشغال المشاريع المعطلة 80 مليار مزال هالي تطوير بالخصوص بمناسبة اعتصام الكامور الآن قاعدين نشوفوا الاتباعا قاعد يجري معناها الإنجاز المتاحة في الأجال في الأجال ليقع تحديدها هذه بعض الإشكالات التي طرحت في المجالس الجهوية التنموية في ولايات مختلفة وقفت عند الخلالات التي عطلت سير إنجاز عديد المشاريع التنموية وفي السياق ذاته انعقدت بولايات باجا والكاف والمهدية مجالس جهوية استثنائية في صدارة جدول أعمالها المشاريع المعطلة رغم توفرها على جاذبية استثمارية في الثلاث سنوات الأخيرة خاصة تحتاج ولاية باجا وفق التقديرات دفعا لمشاريع بكلفة ألف وثلاثمائة مليون دينار بعضها أنجزة وبعضها تعطلة بسبب عدة إشكاليات منها ضعف مقاولات الأشغال وما اتصل بها من الترتيبات الإدارية والإجرائية لإصناد السفقات هذا يتبين خاصة في المشاريع التي عندها حلقة مباشرة بالنشاط الاقتصادي في الولاية وهي المشاريع المناطق السيناعية نحن نعرف أنه فما عديد المناطق السيناعية المبارمجة للإنجاز في الولاية ومتأخرة لحد الآن نظرا للإشكاليات التي كنا نحكي عليها والتي من أهم الأشكاليات العقارية وضبط حدود العقار التي يشيقع عليه تهيئة المناطق السيناعية مجلس جيوي أن التنمية في باجين عقد في مساء لمعالجة كل هذا وزير التجارة تحدث خلاله عن متابعة هذه المشاريع وضبط من كانت منها ذات أولوية مشاريع عدة خاصة مع الوناس بريكزون ثم ثلاثة أربع مشاريع مع المحطة التطهير إن شاء الله معناتها بيش يبدأوا تريب روشين مشكلة المتاع المحاول الكبرى وإن شاء الله إحنا ثم معنات عهد مع السونيد ومع وزارة الفلاحة بيش تبدأ معنات الأشغال قبل الشهر السبتمبر المستشفى هذا هو ثم توا الأرض تم تخصيصها وهي ثم توا مشكلة على المستثمر في إطار يعني العقد معاه شوف إن شاء الله مع الوزارات المختصة ووزارة الصحة مع رئيس الحكومة كيف نجد من تفديوا المشكلة بيش يبدأ البروجيه هذا نطلب من الحكومة العقد جلسة قريبة يعني في الحكومة في مقار الحكومة للإجابة عن طلبات الجهة في الكافة المشهد لم يكن مختلفا المجتمع المدني يؤكد توفر الجهة على ثروات جمى في مقابل ضعف التنمية وارتفاع البطالة الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي أي مستثمر في حاجة إلى الطاقة في حاجة إلى الغاز الطبيعي قلنا عنا أطول سكاك حديدي في الجمهورية أطنائش المعتمدية فيها سكاك حديدي يصلحهم ورمنهم حتى لدق المحلي والجهوي قلنا بنك للتنمية والاستثمار الجهوي ينسيهم فيه حنوية الجهة وتساهم فيه الدول مجلس جيوي للتنمية بالكاف ينظر في هذه المطالب وقبلها في واقع المشاريع على ضوء تعهدات سابقة وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يعلن بالمناسبة انطلاق الدراسات الخاصة بطريق السيارة الكاف تونس كبعض المشاريع مع الأسف لم يتم إنجازها ولكن أغلبها تم الانطلاق فيها طريق السيارة وعلى قصة تقدير يوم 21 جويلة يتنقل فريق كامل من وزارة التجهيز لعرض النتائج الأولى أو الدراسات المجلس الجهوي للتنمية في الكاف رأاه بعض ممثلي المنظمات الوطنية مفتقران لسلطة التقديرية ما يمنع عنه سلطة التغيير أو طاقات التمويل المجلس هذه بقيت تجتر مشاريع يومية ومشاريع بسيطة جدا وعادية جدا وبقيت كل التشخيص المادية التي تحتل المرتبة الرابعة عشرة وطنيا تبقى مؤشرات التنمية تحتاج وفق التقديرات أيضا مشاريع كثيرة خاصة في المناطق الريفية 1557 مشروع من 2011 حتى نلتقى طريق السريعة ما بين مدينة المهدية والطريق السيارة التي تفك العزلة ما زال فيها إشكاليات وهذا بسط لنقاش أيضا على طاولة مجلس جاوي للتنمية بالمهدية كما تشوفوا أنتم تعرفوا الأرقام التي عمرنا مصنالها من 2009 و2010 في الميدان السياحة في الميدان التصديق اليوم بالنسبة للميزان التجاري في 72% ونفس الشيء زادا اليوم زادا يجب أن نقوله فهمها إشكاليات معناتها اليوم ساعة ساعة في بعض المشاريع ليس قاعدة تقدم سيد رئيس الحكومة معناتها موافق على مجلس ويزاري بشي يقوموا به معناتها في ولاية المهدية بالنسبة لدات وكل شيء إن شاء الله من هنا معتها للسبتمبر وهتنعقد غدان أيضا سلسلة أخرى من المجالس الجهوية للتنمية بعدد من الولايات كان واقع صناعات السيدلانية في تونس وآفق تطويره محور منتدى مجلة رياليتي رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد خلال افتتاحه المنتدى على ضرورة وضع عقد أهداف مع مهني القطاع لتوفير حاجية السوق من الأدوية دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال افتتاح أعمال منتدى مجلة رياليتي دعا المهنيين في قطاع صناعات الأدوية في تونس إلى إبرامي عقد أهداف مع الحكومة لدفع صادرة القطاع وتأمين حاجية البلاد من الدواء تأتي هذه الدعوة وسط أزمة تعيشها صيدلية المركزية أدت إلى نقص بعض الأدوية واعتبر الشاهد أن الحكومة شرعت في تنفيذ حلول عاجلة لمساعدة هذا الهيكل على القيام بمهامه مسألة توفير السيولة تقريب 500 مليون دينار على المدى القصير لحل الإشكال ولكن هذا لن يكفي يلزم أيضا مراجعة الحوكمة في القطاع يلزم بتضافر كل المتدخلين واليوم اقترحنا يعني المهنة تتعاهد بأهداف معنية في التصدير في التشغيل في الإنتاج والحكومة تتعاهد بجملة من الإجراءات في عدد هام حتى معا بتضافر كل الجهود نحقق هذه الأهداف لصالح المواطن السونسي حتى نوفر الدواء بأسعار معقولة وبكميات ونزود السوق واعتبر المهنيون أن مساهمة المخبر المحلية التي يبلو عددها 33 وحدة في توفير نصف حاجات السوق من الأدوية ساهم في تطويق الأزمة كما اعتبروا أن قطاع صناعة الدواء يحتاج إلى إيجاد حلول للحد من معكاسات تحديد سعر الأدوية على نموه ووضع استراتيجية تمكن من تطوير صادراته وجعل تونس مركزا إقليميا في هذا القطاع قطاع الأدوية تم مقرب 500 مليون منذ ثورة إلى يومنا هذا وتوحلين ثم تقريب 300 مليون دينار موجودين في البايب باش تستثمروا في المجال الصناعة الأدوية دونك ثم إرادة ثم إمكانيات دونك احنا كيفاش اليوم هذي الكل نسهلوه كيفاش تكون زادة كيف كيف عنا علاقة نخم على المخابر الأجنبية ثم بعض المشاكل اللي نجم نفضوها مثلا اليوم نصدر تقريب 120 مليون دينار بما قدروا 300-13% من الانتاج الوطني نأمل إلى رفع هذه الأرقام إلى أكثر وأكثر لأنه مش تمكن كذلك من التشغيل وتحل أفاق جديدة وكذلك بالنسبة للبحث الطبي عنا الإطارات عنا الكافاءات عنا المستشفيات ومن المنتظر ينتوج أعمال هذا المنتدى الذي يستمر يومين بجملة من المقترحات العملية لوباء خطة وطنية لنهوض بقطاع صناعات الأدوية في تونس إلى أخبارنا العربية والدولية قال المرسد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية بمدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي لاستعادة السيطرة عليها من فصائل المعرضة وبحسب المصدر نفسه فإن الضربات الجوية أودت حسب حصيلة محينة بحياة ستة وأربعين شخصا بينهم أطفال في مناطق تسيطر عليها المعارضة بمحافظة درعا تصعيد من شأنه أن يرفع من خشية منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية حول مصير المدنيين الفارين يسعى قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المنعقدة في بروكسل إلى تجاوز الانقسامات حول أزمة الهجرة والتي تصاعدت في الأون الأخيرة على خلفية رفض إيطاليا استقبال سفن تقل مهاجرين تضغى أزمة الهجرة على قمة دول الاتحاد الأوروبية 28 وستنقسامات بين الدول الأعضاء لا سيما بين فرنسا وإيطاليا التي هددت بمنع تبني نص مشترك إذا لم تحصل على تضامن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من أسبوعين على المواجهة الدبلوماسية حول سفينتين تنقلان مهاجرين تم إنقاذهم من المتوسط ورفضت إيطاليا دخولهما إلى موانيها من جهة أخرى تحذر المستشار الألماني أنجيلا ميركل القمة وهي في موقع ضعف غير مسبوق فوزير الداخلية في حكومتها يهدد بطرد المهاجرين المسجلين في بلد آخر عند الحدود بصورة أحادية ما لم تتخذ تدابير أوروبية ضد تنقل المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين اقترحت من جهتها الخروج عن تسوية دبلن والتي تعهد بمسؤولية معالجة طلبات اللجوء إلى دول الدخول الأولى على أن يتم توزيع طالب اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي اقتراح تعارضه بشدة كل من المجر وبولونيا والنمسا وإذا هذا الطريق المزدود سيقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على القادة الأوروبيين خلال هذه القمة التركيز على مكافحة الهجر غير شرعية مع إقامة منصات وصول خارج أوروبا للمهاجرين الذين تتم إغاثتهم في البحر نهاية الموعد الإخباري وهذا تذكير بالعنوين المنتخب الوطني لكرة القدم يفوز على نظيره البانامي في ختام مشاركته في نهايات كأس العالم بروسيا الاتفاق على حسم ملف الزيادات الخاصة بالمتقاعدين يوم السادس من جوليا القادم وانطلاق التشاور حول المنشآت العمومية والمفاوضات الاجتماعية انطلاق اجتماع المجالس الجهوية للتنمية في عدد من الولايات وفي صدارة جداول أعمالها المشاريع المعطلة يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفز التونسية تحية طيبة مشاهدين الكرام وإلى اللقاء